يسعد لي عوقاتكم يا غالين و احلى و سهلة فيكم بمطبخي بعد غيبتي عنكم بالفترة الماضية بسبب الشوب الحرائي كثير 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 صعب الشغل بالشوب مع الكاميرات والاضاءة واللبس والترسيم و كفوف اللاتيكس و زيادة عليهم بقى توجيهات وتعصيبات المخرج ابو عبدو افندي و نحنا عم نصور بصير الفيديو فيلم اكشن نظامي اليوم احضركم معجوعة بلحمة الكباب اكلة حلبية جخة تتقدم لحالة او مع تشكيلة المشاوي اصولة تنعمل قراص كبيرة بحجم قرص الكبب بصاجية و تنشوع الفحم اليوم بقى بدأساوية بطريقة كثير هينة وعملية و لا تاخد وقت طويل بالتحضير و راحا شوية بالفرن و لا في داعي لفتح ورشة تشوي على البلكون و لبكة تشعل المنقل و ننشمس على الجوارين نشوية بالفرن و هون حفرنا و هون طمينا المكونات عليلة و متوفرة بكل موضع و بكل وقت من السنة لوجبة اربع خمس اشخاص بدنا كيلو لحمة كباب تكون دهن تعليلة لحتى تكمش على الشوية ما تفرط جبنة بيضة ملحة عليل جبلية عبدو جبنة حلوم هذه كثير مناسبة لحشوة المعجوقة قطع الجبنة موصريلة راحا اضيفة مع الجبن البيضة زيادة بدلال المعجوقة هاي اختيارية يعني بصير بلاهة للحشوة بلزمنا ربع كيلو فطر ممكن يكون فطر اغضر و ممكن يكون فطر معلب حسب المتوفر بين ايديكن ارنين فلايف لحمراء ارنين فلايف لغضراء و اذا بدكن حسب رغبتكن ممكن اضافة بصلة صغيرة مع الحشوة ما ريح تظهر طعمتها كتير بس بتعزز نكهات الحشوة طبعا الملح والبهار ما بصير بلاهن و ريح اضيف اللحمة معلقة طعام كعك مطحون و خلال الشغل باشرح لكم شدورن هذا هو كل شي لازمنا للتحضير يالله بسم الله رحين نبالش فرمت حبات الفطر الاخضر لشرايح و خليتهم سماك قطرة لانه بدك شعر تقلي هلا احتمان الفطر الفريش قطيب من الفطر المعلاب بس بقال مهم يلتاو يكون سعره معقول هذا الفطر اخدناه من الجميلية كيلو 80 الف ليرة كمان فرمت الفيف للحمراء والخضراء للشرايح و ممكن تفرموهن عني عمي بأسير لانه كل مكونات الحشوة بدأت تنخلط بقلب بعضها مثل ما عدت لكم رح اضيف بصل صغيرة مع الحشوة هاي اختيارية يعني لحده يتلبس راسي و يقولي بصير و ما بصير و بتلبع و ما بتلبع بس قلت لكم اختيارية بيكون سقطت عني تهمة الخروج عن النص صح اللا لا ابو عبيد اقصدي الاستاذ المخرج ابو عبدو انتي اش ما قلتي صح؟ بمعلاقة سمنة او زبدة او زيت نباتي مندبل كلها الخضراء على نار وسط و شغلت خمس دقائق اما و اكتر ما يبنى ياها ترتقوا و يفلت حيلاء و الفطري كش كش و يبق ميات بدنا نخلي الخضراء بزهوتة رشة ملح صغيرة و لا تكتروا لانه الجبنة احتمال فيها يكون قثرة ملوحة امو كم تعليبة و منطبة تحتهم شوفت عينكم ما في اي سوائل بقيت من تدبيل الخضراء هلا بحال بقى الفطر ميات كثيرة ممكن تحطوا الحشوة المدبلة بمصفة لا تصفى عنا كل السوائل لازم تكون ناشفة لما نحشيه لابن اللي تبرد الحشوة منتبه لحمة الكباب منبلحها و منبهرة بخلطة السبع بهارات المنظومة و رشة قرفة صغيرة فوق المنون و معلقة طعام كعك مطحون او البقسمات لكي تكمش اللحم لانه اللحم عشوب ترتخي و بصير صعب علينا مدى او تشكيله ندهك اللحم دهكة كويسة هلا عندي رفيدتي بتضيف بيضة مع اللحمة كمان ممكن تعطيه مسكك انا ما حطيت بيضة لانه كبابتي مهبره و دهنة قليل يعني معلقة الكعك المطحون كافية لانه اللحم لا تفرط والله يفرط قلبه و لا تفرط معنا بعد نتجه نتجه و اذا الليلة انت بيتي او بداي او بداي او بداي انا مع احدا من الولادي الله يستر بس مثل ما قلت لكم باول فيديو ما رح نعمل مع جوءة اراس صغيرة و نضال ساعة عمد و نشتغل بتشكيل الراس نبدأ اللحم بالجاط و اصاوية فرد قرص لسهولة تشغل و سرعة التحضير هذا جاط حراري قطره حوالي 30 سنتي حطيت نيلون كبيره و فردت نصف كمية اللحم على النيلون بحيث تغطي كل قاعدة الجاط و تكون كلها بسمكية واحدة سكرت على قرص اللحم بالنيلون و شلت على طرف سوف تصبح الطبقة الفقانية للمعجوءة قطرت سمنة بالجاط و فردت على نصف الثاني من الكباب رفعت اترة من الاحراف كما تشاهدون كما تصبح الطبقة الفقانية يسكر القرص تماما على الحشوة و لا تطلع الجبنة لبرا الآن نفرش الحشوة فوق اللحمة كما قلت لكم لازم تكون ناشفة ما فيها سوائل و بعدها نضع كمية من الجبن البيضاء تغطي الحشوة كمان زيادة بالدلال حطيت جبنة موصريلة أظن لك هلا اذا حدا يسوي هكا أكلة لازم ياخد طرد من البنك و يضل يسدد فيه شيء سنة والله على هالكلف الحطيناها بدي أرضه هلا ممكن حدا يخفف الحشوة اترة يعني الفطر مثلا معلاب بلا فطر فرش وتجبنة يحطها نوع واحد اللحمة كباب فروج كمان بتصير والله عمنا كلف كباب الفروج سدوني كتير طيبة خلصنا من مد الحشوة منحط طبقة الكباب الفقانية اذا لم تكن تساوي الطبقة الفقانية كبيرة مثل ما عملت انا و تتلبكوا فيه ممكن تساوي قراص قراص صغار وتضعوهن على وش الحشوة وتوصلوهن ببعضهن ليسكر الوش تماما اذا صار عن نجاة المعجوئة هاير فورا على الخبيز اذا لم يستعجلون على خبزة او عملينا لشيء عزيمة ممكن تشيلوهن بالفريزر وتشوهن بوقت اللزوم شعلت الفرن من فوقه من تحت وحطيت الجاد مرتفق قطرة عن ارضي الفرن ما حطيتهن مباشرة على الارضية بشامات التداء على الطبقة التحتانية لحمة الكباب تستوي من اللهبة مثل ما تعرفوا بشامات التعديم مدى 25 دقائق لشوة المعجوئة فقط نشفة تستوى اللحمة كش القرص ونزجت الدهن من اللحمة سوف تريدها مع الدهن سوف تشيل الدهن وتاكله ناشفة انا اللي بناسبك انا سوف تشيل الدهن واطبخها على كاسة برغل لتقديم ادموها بالطريقة اللي بتعجبكن وعلى زوقكن ممكن يتقدم مع بطاطا مقلية وخبز نطاكلي متل ما عملنا نحمة وممكن يتقدم جنبه رز وخضر من السفة يعني يعملوا لتشتي نفسكن و الف عوافي وصحة وهنا على قلبكن شكرا لمتابعتكن ويا رب تكون الوصفة عجبتكن والشرح كافي ووافي وأهلة وسهلة فيكن أبو عبدو شريكي كمان ببعث لكم سلامات وتحيات وبوصيكم تحطوله اعجاب او وعدم اعجاب وتسجلوا بالتعليقات وملاحظاتكم واذا لسا ما لكم مشتركين بقناتنا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بكل اعمالنا الجديدة الى اللقاء وبحفظوا امان الله للجميع